ديور في مصر كان حدث علام الناس كانت ممباهرة وكمان وجوده في منطقة الأهرامات كان يعني طبعاً دعاية كبيرة جداً جداً لمصر في كل مكان هي دي كانت بالنسبة لي من أسعد يعني غير طبعاً لما لبسنا في الأوسكار ولما شاركنا في نيويورك واخدنا جايزة بس الفاشن شو ده بالنسبة لي كان أنا شايفاه أهيوج مايلستون حاجة خطوة كبيرة جداً لمصر في الوطن الموضة وكنت فخورة أن أنا كنت جزء من البروجيك ده كمستشارة للموضة للجزء الموضة إذا كان ليه علاقة بالأدجسمنتز التعديلات على المادلز اللي جايين من كل أنحاء العالم توفير المكان عملت ورشة جديدة يقدروا أن هما يشتغلوا عليها في مصر كنا معينين كل الهيلبرز المساعدين اللي يقدروا يساعدوا الديور تيم في أنه يجهز للفاشن شو يعمل تصويرات فوتو شوتس كل الحاجات دي فده كان جزء من أن أنا حلمي أن أنا رجع مصر خارطة الموضة عالمية أن هما يخرجوا من هنا يقولوا دي كانت نكحة بالنسبة لنا والحمد لله هما يعني عملوا فاشن شو كل عالم كله تكلم عنه كانت فعلاً نكحة لأنه كنا حقيقي أنا وتمرزة تيم التي اتش سي تيم لما جينا نشتغل على البروجيك ده كنا حقيقي شغالين من قلبنا لمصر يعني حتى كان هي دخلت كشركة استشارية معاهم أن هي بالموضة بالأخص بنشوف المكان حاجات تفاصيل كوتور جداً بس كنت أحب أن هي تبا إكسبيريينس حلوة لهم وعايزة أقول لك كل البنات أعرفوا أنهم مداخلين الفاشن شو التع ديور قبل الفاشن شو بأسبوع واردتش أقول لهم دربتهم وعادنا شتغلنا قبل ما ييجوا من الصفر بكتير وقبلها بأسبوع أنا كنت أقول لهم عايزين إحنا نعمل حاجة للبلد إحنا عايزين الناس دول يمشوا يقولوا والله يعني إحنا عايزين نرجع تاني نعمل الفاشن شو وبقية البرانز وهو ده اللي إن شاء الله يعني غير أنه تمرازة تنجح عالمياً برضو شغالة أنه برضو برانز تيجي في مصر وتعمل إذا كانت فاشن شو وتعمل فوتو سوت بنجاح طبعاً لأنه كل الفعليات دي في الآخر تمثل مصر وبتخلي اسم مصر موجود على كل المنصات ويعني ساعة حفلة ديور السوشيال ميديا كانت مقلوبة أنه في حفلة ديور في مصر تمرازة في النهاية عايزة أسألك على مسألة أنه يكون عندنا عدد من المصممات والمصممين للأزياء اللي قدروا يوصروا للعالمية مصريين ومصريات إيه اللي المفروض يعملوه في نقاط كده إيه اللي خليني النهارده نقعد نعد أسامي موجودة بقى في كل المدلات دي بقى مهمة جداً وهي دي اللي أنا نفسي يعني أنا أنا حقيقة فخورة إن أنا كنت أول مصممة أزياء مصرية تشارك في لندن فاشن ويك وبرس فاشن ويك واخد جايزة ونيويور بس أنا نفسي يبقى في مصريين ومصريات كتير لأنه أهم حاجة إنه أشارك في أسبوع الموضة يبقى فيه استمرارية إحنا الحمد لله لحد دلوقتي قدرنا إن إحنا نشارك 16 مرة ودي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر إنه يبقى فيه استمرارية لأنه النجاح حلو بس إنه يبقى فيه استمرارية هو ده المهم وإنه يبقى فيه فيتبك إنه يبقى فيه فاشن شو ناجح شايفة أوديونس كتير شايفة ميديا يعني أنا مش هانسة أنا تاني يوم والله مش هتصديني قلبي أنا هيوقف يوم الفاشن شو تاني يوم أنا لقيت هاربرز بازار فرنسا بتكلم عن تمرازة الفرنسا يعني دول ناس بيتكلموا عن هاي أنت برانز لقجيري برانز اللي بقى لهم خمسين واربعين وثلاثين سنة فأنا ما كنتش مصدق نفسي إنه تاني يوم الفاشن شو ديس إيفاكت دي فاشن شو أهم من أن انت تروحي بس أقول أنا رحت أسبوع الموضة في فاريس أنا عايزة إفاكت أنا مبسوطة أن تكون مؤثر في مجالك كانوا عايزين وصلوا لدرجة أن في مجالة ترابط أننا عايزين نفتح العالم في الشونزيليزي وعملنا شو عايزة أقول لك فرنسا كلها الشونزيليزي كله كان رواف بيتفرج على التفاصيل واللولي والتطريز ويقولوا واو إس ديس إيجيبشن والي ياس ديس إيجيبشن وفرنسويين اللي بيقولوا كده فلا أنا وهم الرواد في هذه الصناعة طبعا بالضبط وطبعا الإكسبرينس اللي إحنا لسا متكلمين عنها بتاعديور كل الإكسبرينس اللي أنا اشتغلت فيه قبل كده قبل كده مع الشانال الإكسبرينس دي قدتني خبرة قوية جدا أنا محظوظة بيها وبرضو أنا اكتهدت عشانها يعني الجودة إنهم يشتغلوا بجودة عالية جدا الاستمرارية إنهم يكتسبوا خبرات إنهم يفضلوا مستمرين الاحترافية أنا ممكن أروح وما وصارش في معادي ممكن أروح وكل الفستاتين ما تبقاش مظبوطة على الموضلز ما دي مشاكل لازم البنياء ده ما هو رايح أول مرة يبقى جاهز لها يعني هي دي المشاكل إنه دايما يعني أنا بتدايق حتى لما بسمع إنه فيه ديزاين راح مرة وما راحش تاني ليه دونت جيف اب ما تستسلمش راح مرة وتعلم واسمع إيه الغلط ويتشد منك ده ويتقلك ده غلط وانزل تاني وصل لدرجة أنا مبسوطة برضو جدا إنه مرة في نيويورك فاشن ويك كنت قعدها مع البروديوسر المنتج بتاع نيويورك فاشن ويك قال لي ياهو طلب مني إن أنا أفتح أسبوع الموضة في نيويورك فاشن ويك أول براند تبتدي في الأسبوع الموضة وقال لي عايز أقولك إنه ده أحلى فاشن شو أنا شفته في خلال العشر تانيين اللي فاتوا أنا قدامه عيط